السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي طلاب الصف التاسع في الجزء الثاني من درس التفسير وهو بعنوان منهج عباد الرحمن القويم أهداف الدرس في هذا الدرس إن شاء الله سنتمكن مع بعضنا البعض من تحقيق الأهداف التالية أولا سنتعرف على حال عباد الرحمن في ظلمات الليل في الليل كيف يكون حالهم الهدف الثاني تبيين منهج عباد الرحمن في الإنفاق كيف ينفقون أموالهم وكيف يتصرفون فيها الهدف الثالث أن يعدد الطالب صفات عباد الرحمن الوالدة في الآيات الثامنة والستون والتاسعة والستون والسبعون والواحد والسبعون الهدف الرابع أن يذكر الطالب ما ترشد إليه الآيات الكريمة قبل الدرس أعزائي الطلاب في الدرس الماضي تلونا الآيات وتعرفنا على معاني بعض المفردات والتراكيب وذكرنا صفتين من صفات عباد الرحمن دعونا نستذكر بعض معاني المفردات التي تدارسناها في الدرس الأول قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون فما معنى كلمة هون حاول أن تستذكر وتتفكر ما معنى كلمة هون أي بسكينة ووقار ولم يقتروا ما معنى كلمة يقتروا أي لم يضيقوا ويبخلوا على أنفسهم في الأموال وسنأتي إلى تفصيل هذا المعنى في هذا الدرس إن شاء الله وكان بين ذلك قواما قواما أي وسطا بين الطرفين الهدف الأول توضيح حال عباد الرحمن في ظلمات الليل أخبرنا الله عز وجل عن حال عباده في الليل كيف يكون ليلهم وكيف يقضون هذا الليل قال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إذن تفكر عزيزي الطالب في هذه الآيات ما حال المؤمنين في ظلمات الليل إذا آوى الناس إلى مضاجعهم وناموا إنهم يكونون في هذا الليل ساجدين لله راكعين لله قائمين يصلون بين يدي الله عز وجل بذلة وخشوع ويظهرون عبوديتهم لله تعالى بقيام الليل لماذا خص وقت الليل بالذكر دون وقت النهار لأن العبادة في الليل أخشع وأبعد من الرياء فلا حظ فيها للنفس ولا للناس يا ترى هذا الذي يصلي بالليل هل يقصد بذلك أن يمدحه الناس؟ لكن هل هم يرونه؟ لا يرونه إذن الصلاة في الليل تكون بعيدة عن أعين الناس بعيدة عن مدح الناس بعيدة عن الرياء فلا يكون للنفس فيها حظ وتكون أكثر إخلاصا لله عز وجل وبهذا يكون عباد الرحمن قد أخلصوا عبادتهم لله عز وجل دون أن يراهم أحد ولماذا يحرص عباد الرحمن على التعوذ من النار في هذا الليل في قيام الليل يدعون ربهم ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم لماذا يدعون الله عز وجل أن يصرفهم من عذاب جهنم؟ يدل على مدى خوفهم وخشيتهم من عذاب الله من علامات الصدق مع الله أنك تخاف من عذاب الله لأن عذاب النار ملازم لكل من دخلها وهي أسوأ مستقر وهي مكان شنيع مخيف لا يتمنى أحد مننا أن يكون في هذا المكان فترة طويلة جدا إنها ساءت مستقرا ومقاما أعادنا الله وإياكم من هذا المستقر وهذا المكان الهدف الثاني تبيين منهج عباد الرحمن في الإنفاء ديننا يعلمنا كيف ننفق أموالنا وذكر الله عز وجل من صفات عباد الرحمن قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما من نموذج الأمثل للإنفاق ذكر الله عز وجل أنهم يتوسطون بين أمرين منهي عنهما وهما الإسراف والتقطير فما هو الإسراف؟ الإسراف أن تنفق أموالا كثيرة في المباحات كأن يشتري قلما عاديا بمئة ألف ريال مثلا أما التبذير وهو أن تنفق الأموال في الحرام حتى وإن كان قليلا حتى وإن كان ريالا واحدا فنموذج عباد الرحمن في الإنفاق أنه لا يسرف في المباحات ولا ينفق أمواله في المحرمات وكان بين ذلك قواما الهدف الثالث صفات عباد الرحمن الواردة في الآيات اسمعوا إلى هذه الآية قال الله عز وجل عن عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هذه الآية لها سبب نزول وسبب نزولها أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا في الجاهلية أكثروا القتل وزنوا فأكثروا والعياذ بالله ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نادمين فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن أي أنك يا محمد تدعو إلى مكارم الأخلاق وتدعو إلى عدم القتل وتدعو إلى العفة والطهارة وهذا شيء حسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة يعني هل نحن إذا أسلمنا يغفر الله عز وجل لنا القتل والزنا الذي فعلنا وأكثرنا فيه فنزلت هذه الآية إذن عز الصفات عباد الرحمن أو عدد الصفات عباد الرحمن الواردة في الآية أول صفة أنهم يوحدون الله تعالى فلا يدعون ولا يعبدون إلها غيره لا يعبدون أهواءهم ولا يعبدون شيئاً غير الله عز وجل لا يعبدون الشيطان ولا يعبدون الملذات والشهوات والأهواء فهم فقط يعبدون الله عز وجل ويوحدونه في كل وقت وحيد ومن صفاتهم أيضاً أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بما يحق قتلها به وهل يجوز قتل النفس؟ نعم في ثلاثة حالات أولاً من كفر بعد إيمانه فهذا يقتل والحالة الثانية زنا بعد إحصان أي الرجل الذي يزني وهو متزوج أو قتل نفس أخرى عدواناً وظلماً فمن قتل نفساً عدواناً وظلماً يقتل بسبب قتله لهذه النفس الصفة الأولى أنهم يوحدون الله الصفة الثانية أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أما الصفة الثالثة أنهم لا يزنون ولا يقتربون من أي شيء يؤدي إلى الزنا بل يحفظون فروجهم عن الحرام ويصونون أعينهم عن الحرام وآذانهم وجوارحهم عن الحرام ما جزاء من يفعل هذه الكبائر من قتل وزنا وعبابة لغير الله عز وجل وهذه الكبائر التي ذكرت في الآيات ما جزاء من يفعل هذه الكبائر قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً أي أنه يلقى في الآخرة عقاباً يناسب جرمه حيث يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ذليلاً حقيراً جزاءاً بما عمل من هذه الموبقات والكبائر في الدنيا ولكن هناك أناس استثناهم الله عز وجل من هذا العقاب وهذا العذاب الشديد الأليم الخالد في نار جهنم من هؤلاء إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً من تاب من هؤلاء المذنبين العصاة توبة نصوحاً توبة خالصة لله يتبعها عمل فإن الله عز وجل يبدل هذه السيئات إلى حسنات بسبب صدق توبتهم وإنابتهم وندمهم ورجوعهم إلى الله عز وجل فالله غفور والله رحيم يغفر لعباده ويرحم عباده المتأتائبين المنيبين إلى الله عز وجل الله عز وجل لا يعذب أولئك الذين أخطأوا ثم تابوا وندموا على فعلتهم مهما كان خطأهم مهما كانت كبيرتهم إنهم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله فإن الله عز وجل يغفر لهم ويرحمهم ويتوب عليهم فالله سمى نفسه غفور وسمى نفسه رحيم لأنه يغفر ويرحم فلا نيأس ولا نقنط من رحمة الله مهما فعلنا من أخطاء وذنوب ومنكرات فإن الله عز وجل لا يغفرها لنا بل ويبدلها إلى حسنات الهدف الرابع الدروس المستفادة من الآيات استنتج عزيز الطالب ما ترشد إليه الآيات أولاً الحث على الاعتدال والتوسط في النفقة فلا إفراط ولا تفريط في الأمور المباحة لا إفراط ولا تفريط ثالثاً التوبة الخالصة تكفر الذنوب وتبدل السيئات إلى حسنات نسأل الله عز وجل أن يقبل منا توباتنا عزيز الطالب أهم ما ينبغي عليك أن تراجعه في هذا الدرس أولاً أجب على هذا السؤال متى يقبل الله التوبة من عباده إذا كانت خالصة من القلب توبة نصوحاً يندم صاحبها على فعلها ولا يعود إليها مرة أخرى هنا يقبلها الله عز وجل لماذا يستعيد عباد الرحمن من عذاب النار؟ لأن عذابها كانت ملازماً ودائماً فيستعيدون من عذاب النار واذكر اثنين من الأمور المستفادة من تفسير الآيات اجتهد في أن تستخلص الفوائد أخرى من تفسيرنا لهذه الآيات اذهب عزيز الطالب إلى الكتاب الصفحة 119 وأجب عن الأسئلة الموجودة في التقويم في الختام أعزائي الطلاب نلتقي بكم على خير إن شاء الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته